أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إطلاق مبادرة مصرية لتقديم 30 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا للأشقاء في الدول الإفريقية وذلك بالتنصيق مع الاتحاد الإفريقي وخلال جلسة حوارية بعنوان نحو نظم صحية مرنة ومستدامة في إفريقيا ضمن فعاليات المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي صحة إفريقيا قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن القدرات الموجودة في مصر متاحة للأشقاء مشيرا إلى أنه يكن تقديرا واحتراما إنسانيا لكل من يعاني ليس فقط في إفريقيا بل في كل دول العالم ما لدينا بإخلاص متاح لكم كمشاركة كتدريب كتعليم كعلاج كنقل خبرات أو تبادل الخبرات نحن مش مستعدين نعمل ده وزيادة في كل المجالات حتى في صناعة الدواء مع اللي هو اللي نحن نقول فيها إن في فرصة كبيرة ويمكن زملائنا تكلموا عن موضوع تصنيع اللقاحات وهنا اسمحوا لي إن أنا بتواضع أعلن مبادرة يعني بتقديم 30 مليون جرعة للتطعيم ضد كورونا لأشقائنا في الدول الأفريقية وأرجو أن هذا يتم تنسيقه مع الاتحاد الإفريقي ترجمة نانسي قنقر